السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا اليوم حلقتنا من الأخبار الفلكية وهي عن انتقال كوكب المريخ اللي موجود له تقريبا أكثر من أربعين يوم في برج الأسد بده ينتقل الآن ويصير في برج العذراء اللي هو صباح يوم الاثنين عشرة تموز يوليو اللي هو من شهر سبعة عشرة سبعة في تمام الساعة 11.39 دقيقة صباحا يعني قبل الظهر بقليل بتوقيت جرينيتش بده ينتقل لبرج العذراء ورح يظل في برج العذراء لتمام الساعة 11.19 دقيقة من بعد ظهر يوم 27.08 بالنسبة لكوكب المريخ طبعا هو معروف عنه هو المسؤول بتأثيراته عن الطاقة والنشاط والجراءة والقدرة الجنسية من صفاته طبعا الإيجابية لما بيكون سعيد بعطينا الشجاعة والإقدام وحب المنافسة والجراءة والاندفاع والطاقة للعمل والنحية الجنسية أما من ناحية سلبية لما بيكون منتحس أو بشكل زوايا سلبية أول ثلاث أعراض دائما على طول الخطم نحطها بعين الاحتمام أو من ركز عليها أكثر اللي هي الجدال والجدل والقسوة والتسرع هذول الثلاثة هم اللي بيصيروا أوجها في حال كان في زوايا سلبية أو كان منتحس الجدير بالذكر أنه انتقال المريخ دائما لما بدون ينتقل من برج لآخر عادة في خمس أيام عندنا هذول قبل الانتقال اللي هو من اليوم اللي هو احنا منبثة أعتقد أنها راح تنزل يوم الخميس هاي الحلقة فمن اليوم الخميس نحسب ثلاث أيام يعني الخميس والجمعة والسبت والأحد والاثنين لا ينتقل من ابتداء من اليوم الخميس بتبدأ حماوة أو سخونية الانتقال من سميها هاي الفترة اللي هي فترة عدم الاستقرار بسبب انتقال الكوكب فالمريخ عادة لما بيجي بدي ينتقل بيحمل معاه شحنات من العنف والحوادث والأمور اللي لها علاقة يعني شوي بالأحداث العنيفة والخصومات والحرائق بيصير فيه نوع من أنواع التوتر في نفوس الناس عموما حوادث على الطرقات الأمور اللي لها علاقة بالحرائق والتفجيرات وخصوصا في المناطق الحامية احنا بنحكيه طبعا السبب انه هو كوكب المريخ على مرة تاريخ بالأساطير وغير الأساطير هو معروف عنه كوكب الدم والنار والنار والنحس الأصغر والكوكب الحرب والدمار والمش عارف ايش والجنس برضو فهو بيركز على هاي الأمور المريخ بما انه هو كوكب العنف والدم والنار والمواجهات العنيفة والحوادث وخاصة في المناطق الساخنة زي ما حكينا فالان هو بده ينتقل من برج ناري لبرج ترابي معناته بده يوخذ من صفات يعني بده يعطينا عنف من صفات البرج اللي بده ينتقل لالو فبما انه رح ينتقل لبرج ترابي معناته هيك اشياء الها علاقة بالأرض او الها علاقة بالأتربة فعشان هيك بالفترة هاي العواصف الترابية الزلازل انهيارات وسقوط المباني حوادث الها علاقة بالمباني او بالبيوت هي اللي بتكثر اكثر شيء وطبعا اللي داخلها فهون بتزداد برضو معاها اللي هي موجات الطلاق والزواج ايضا والرغبات الجنسية والمشاكل الجنسية والتحرش الجنسي ايضا طيب عشان نعرف احنا قوة المريخ هو عادة في العذراء يعني من المفروض انه هو بيت مش مناسب لالو فطاقته بتنزل شوي ولكن الزوايا زي ما حكينا دايما هي اللي بتحدد عليك امتى اعطيه ايجابية وامتى اعطيه سلبية فخلينا نشوف شو الزوايا اللي راح تتشكل الزوايا مع الكواكب الاساسية وهي اول زاوية راح تكون زاوية التقابل سلبية بين المريخ وبين زحل وهاي راح تكون يوم عشرين سبعة فهي الزاوية لانها سلبية ومريخ وزحل واتنين هدولا النحس الاكبر والنحس الاصغر معناته بتزداد المواجهات والمشاحنات واعمال العنف اللي بتخلف مشاكل عديدة بعدها وبتزداد العصبية عشان هيك علينا اننا نتمالك اعصابنا ونضبط انفسنا عند التعامل مع الغير ونتجنب المواجهة بيتفاقم اي عمل او اي شعور بالملل وبيتحول لامتعاض داخلي وبينعكس على علاقاتنا مع الغير اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليت ايجابية بين المريخ وبين المشتري هاي زاوية رح تكون يوم واحد ثمانية ذروتها بتخلق جو من التسامح ممكن نتسامح مع الاشخاص اللي بيخطئوا او رح يخطئوا بحقنا ومنمدلهم يد العون او بتدفعنا للتراجع عن اخطاء اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليت ايجابية بين المريخ وبين اورانوس هاي رح تكون ذروتها يوم خمسة عشر ثمانية بنكتسب الشجاة على اتخاذ قرار حاسم في حياتنا بتزيد من اصرارنا وشجاعتنا وميلنا للمجازفة والسرعة اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقاول سلبية بين المريخ وبين نبتون عشان هيك هاي الزاوية شوي بدنا نركز عليها هاي تقريبا يوم اثنين وعشرين ثمانية ذروتها تأثيراتها طبعا احنا كل الزواية هاي منذكرها ببداية تأثيراتها قبل خمس ايام او سبع ايام وبعد هيك على حسب كل زاوية وديش الدرجات اللي رح يكون فيها فهاي الزاوية بسببها بينتابنا شعور بالشتت بالتشتت اركز يا سعيد لانه بلشنا نشتت بينتابنا شعور بالتشتت وعدم التركيز وبتزداد حالات التسمم الغذائي ممكن نتعامل مع بعض الاشخاص ونكتشف لاحقا انهم بيكذبوا علينا بدهم يحذروا الاشخاص اللي بيتناولوا الادوية لانهم ممكن يتناولوا ادوية بطريقة بطريقة خاطئة برضو هاي الزاوية بتحث على استهلاك الكحوليات والادوية والمهدئات وممكن تسبب حوادث الها علاقة بالماء او الغازات او الامور اللي الها علاقة بالضباب اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث ايجابية بين المريخ وبين بلوتو وهي ذا روتها يوم خمسة وعشرين ثمانية تجعلنا شوي هيك اه نبدو احيانا خجلين ولكن ممكن نرد على اي شخص بثيرنا بعن شديد طيب الاشخاص اللي بينولدو وبكون المريخ موجود عندهم في برجهم او في طالعهم هدول الاشخاص بكونوا نشطين جدا في عملهم وبيمتلكوا دماغ تحليلي نقدر نقول مخابراتي بيقدروا يصلوا للمعلومة ويدققوا فيها ويحللوها بشكل رهيب جدا بيتميزوا بنشاط الفكر والنشاط الجسدي ايضا ولكن على مستوى العمل عندهم طاقة عالية جدا طيب يا سعيد ايش تأثيراتها على البراج؟ يعني احنا هذا الحكي معلومات للاخبار الفلكية والزوايا والمش عارف ايش احنا بدنا نعرف انا كبرجي شو بدي اثر علي طبعا انا بحكي البرج والطالع يعني بدك تسمع انت برجك وتسمع طالعك وتدمج ما بينهم البرج هو العالم اي انت كيف بتتعامل مع الناس اللي حواليك يعني انت من عندك كيف بتتعامل مع الناس والناس كيف بيتعاملوا معاك يعني مع محيطك ولكن طالعك بيعطيك خصوصيتك بيعطيك سرك انت من جوك كيف بتفكر وايش رغباتك وايش اللي انت بدك تعمله برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا بيتركز هذا البيت السادس فهنا خلال الفترة القادمة علاقاتك بزملائك بالعمل بتكون هيك شوي بدها نوع من انواع الانتباه لانه مو عندك قابلية انك تعصب او يصير مشاكل او مشاحنات ما بينك وبين زملائك طبعا اه انت ناري وهذا ترابي الطبيعتين بيتنافروا مع بعض فعشان هيك شوي انت بتكون في عصبية موجودة عندك وهذا الشيء بيجعلك متوتر بعيد عن التركيز المطلوب منك ممكن يعني تتعمل فرض رأيك على زملائك وهذا الشيء بعرضك لمواجهة مع احدهم بدك تنتبه ايضا من المبالغة في تقدير قوتك الجسدية حاول انك ما تحمل اشياء ثقيلة لانه ظهرك بيكون اكثر حساسية بهاي الفترة اكثر شيء بيغضبك هاي الفترة هو الكذب والنفاق والظلم برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا المريخونة في البيت الخامس لا لك عشان هيك التركيز رح يكون على علاقاتك مع المقربين هادولة اللي بدك تنتبه اثناء التعامل معهم وخصوصا الابناء والاخوة بشكل المباشر ومع احد الابناء يعني عموما الحائلة ممكن تميل لفرد رأيك وممكن تلجأ للقوة حتى وتكون حاد بطريقة الكلام وهذا اشي يعني هذا هذا شيء بديش هذا هذا بلغة الاردنية هذا شيء بسبب لهم الازعاج حاول انك تأخذ الامور بهدوء اكثر وحاول انك ما تبالغ في تجربة حضورك المالية في هاي الفترة وحاول التخفيف من الضغوط في هاي الفترة وما تراكمل امور في قلبك ولكن اتكلم بدون عصبية اكثر شيء بيزعجك في هاي الفترة الالحاع والامر الواقع انك تنحط تحت الامر الواقع بدك تعمل هذا الشيء يعني بدك تعمل هذا الشيء هذا الشيء رح يطلعك من من هدوءك برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا بدهم ينتبهوا مع العائلة اكثر شيء لانه هذا بيت البيت بيتك الرابع فها اكثر حدية واكثر استفزازية لك هي رح تكون من خلال البيت والعائلة افراد الاسرة حاول انك ما تكون عصبي حاول انك تخفف من مزاجيتك من انفعاليتك في هاي الفترة ممكن يصير عندك الام بالرأس او تشتكي من الام من صداع او شيء له علاقة بالاعصاب عشان هيك بدك تكون طبيعي جدا في هاي الفترة تعمل هدوء عشان التوتر ما يسيطر عليك بشكل كبير حاول انك تفرغ شحنات التوتر في شيء بتحبه احذر من استخدام الادوات الحادة وخصوصا السيدات او رجال اللي بيشتغلوا بالالات الحادة او بالصناعة او بالسكاكين بالمطبخ او اشياء من هذا النوع اكثر شيء بيزعجك في هاي الفترة التجريح والاستهانة من قدراتك برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا عليكم الحذر لانه في بيتك الثالث بيت التنقلات والاتصالات فهون اول شغلة بدك تحذر اثناء تنقلاتك اليومية في هاي الفترة من الحوادث على الطرقات او المخالفات بسبب السرعة الزائدة او القيادة في حال انه كنت متوتر بدك تنتبه ايضا في علاقاتك مع اخوتك اخواتك وجيرانك ما تحاول انك تكون متسلط وما تميل لفرض الرأي ممكن تدخل في تجارة غير مضمونة في هاي الفترة ولكن اللي عنده امتحان او عنده فحص او عنده مقابلة بده يركز بشكل كثير وما يعتمد كثير على الحضود وما يتسرع بالاجابة اكثر شي بيزعجك في هاي الفترة التقيد او التدخل في خصوصياتك وبرضو بدك تنتبه من النقطة عشان ما ننساها العصبية اثناء الحوار والنقاش برج الاسد بالنسبة لموليد برج الاسد طبعا هون المريخ رح يكون موجود في بيتك الاول بيتك الثاني وهو بيت المال فعشان هيك بدك تنتبه من الامور وبالامور المالية في الموالي بتجيك من مكاسب ولكن عندك مصاريف اكثر ممكن شوي يعني تلاقي المصاريف بتيجيك بطريقة مذهلة يعني بيجيك للمبلغ وما بتعرف كيف اساسا بيروح منك وممكن تكون مبذر في هاي الايام او تتهرب من الواقع اللي صرف لفلوس وحاول انك ما تدخل في المعاملات المالية في هاي الفترة في اذا انت كنت من الاشخاص اللي بيتعاملوا مع المؤسسات الحكومية او الخاصة يعني في هاي الفترة ممكن تنشط اكثر غير مناسب هاي الفترة للقروض او البورصة بدك تنتبه من المحتالين اكثر شيء بيغضبك في هاي الفترة القائل اوامر عليك وفرض الرأي والتقليل من كبرياءك يا السلام بلشت هاي الامور من زمان اساسا برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا بدك تحاول انك تهون هادئ قدر الامكان لانه المريخ موجود عندك وحاول انك تكون على طبيعتك يخفف من انتقاداتك اللاذعة في هاي الفترة لانها فترة بتسبب لك كثير من المشاكل انتبه اثناء تعاملك مع الاخرين يكون على حذر من اشخاص ما بتعرفهم وحاول انك ما تدخل في مواجهة او مشاجرات اكثر شيء بيزعجك في هاي الفترة قلة الانضباط والعشوائية في التعامل مع الاشياء برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بدك تنتبهوا اكثر لانه في بيت متاعبكم وايضا الشمس بتتجه باتجاه مش قوي بالنسبة للكم عشان هيك بتكون تنتبهوا بشكل كبير وكثير من الاشخاص اللي بيحاولوا يكيديوا لكم او يتأمروا عليكم او هيك بيكونوا يعني بيحاولوا يبينوا لكم انهم اصدقاء ولكن هم اعداء بالخفاء بيحاولوا ينصبوا عليك بيحاولوا يتأمروا عليك يخدعوك او يغضروك احذر من كل التصرفات الغير محسوبة النتائج اللي ممكن انك تقوم فيها وحاول انك ما تبالغ في طيبتك وثقتك فيه اشخاص ممكن يعني من حولك ما بنوثق فيهم او رح تكتشفهم لا تنخدع بالوجوه الضاحكة في هاي الفترة ما تدخل اماكن بتجهلها دائما خليك فيه مناطق امنة حاول انك تقرب من الاشخاص اللي بيحبوك واللي بتحبهم واللي بتثق فيهم مش اشخاص لسه بدك تتعرف عليهم اكتر شي بيغضبك في هاي الفترة التهميش والفوضوية والعنصرية برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا هنا بما انه في بيت علاقاتك الاجتماعية وبيت الاصدقاء فبدك تنتبه في فترة تعاملك مع اصدقائك حاول انه يعني تمسك حالك وما تحاوله الظهور او فرض الرأي بالقوة عليهم خلي حوارك يدور في جو من الهدوء طبعا انت شوي هيك في بعض الطباع اللي احنا بنسميها النزقة مش اي شيء بعجبك وبتحب الاشيء على الاصول ومثل ما بتحكي تتنفذوا الامور لان انت رؤيتك للامر بيكون غير رؤية الناس اللي حواليك في الفترة هاي ما رح يتقبلوا هاي الامور حضورك الجميل ممكن يسمح لتقرب الاصدقاء اكثر في هاي الفترة حاول انك تحل الخلافات بعيدة عن التوتر اكثر شيء بيغضبك في هاي الفترة التلاعب والسخرية والسطحية في التعامل معاك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا حريتك الكبيرة او الذاتية اللي بتتمتع فيها ما بتعني انك تكون متمرد على القوانين في هذه الفترة ليش لانه هذا بيت السمعة بالنسبة لالك فبدك تحافظ على سمعتك ما تغامر ما تجازف ما تخوض باشياء ممكن تسبب لك مشاكل وانتبه برضو في هاي الفترة في علاقاتك مع المسؤولين وخصوصا المسؤولين في العمل وحاول انك تتفهم وجهة نظرهم فيما يتعلق بالعمل اكثر شيء بيغضبك في هاي الفترة الكذب والمراوغة وكثرة العتاب برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا يعني رغم وجود المريخ في بيت السفر والدراسات العليا بالنسبة لالك اللي هو البيت التاسع الا انه الطاقة الترابية اللي بتحملها بتخفف كثير من تأثيراتها عليك لكن هاي الفترة بدك تحذر من كل الاماكن المجهولة بالنسبة لالك واللي بتعاد عن الاشخاص الغرباء او الاماكن المشبوهة عليك او اللي ما بتعرف حد فيها بدك تنتبه وتفكر وتسأل كثير خلال السفر او التنقل الخارجي او الدخول في عمليات الاستراد والتصدير ركز في كل التفاصيل ما تتسرع واحذر في علاقاتك خصوصا اذا كنت انت في جامعة او كنت بتدرس او في معهد من العلاقات العاطفية وبرضو اللي بده يقدم له هجرة بده يتفقد اوراقه بشكل جيد ويستكمل اوراقه بشكل جيد اكثر شيء بيغضبك في هاي الفترة هو عدم الالتزام بالقوانين والسطحية برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا بدكوا تنتبهوا كثير في هاي الفترة لالاموال المشتركة لكل العلاقات اللي بتتعامل او الها علاقة بالاموال المشتركة اللي هي بنك وضريبة وتأمين وميراث والامور هاي هاي يسمى حتى اموال الزوج او الزوجة هاي اموال مشتركة معك شريك فيها لا تحاول انك تدخل في اي شراكة مالية في هاي الفترة لانها فترة شوي بتكون مبنية على الاندفاع والرغبات الغير صحيحة حاول تسديد الفواتير المتراكمة او الالتزامات المتراكمة ضرائب او مستحقات مالية برضو في هاي الفترة بدك تنتبه انه ما تدائن حد فلوس او ما تكفل حد بفلوس اكثر شيء بيغضبك في هاي الفترة التمييز والتملك والتجاهل برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا هنا المريق موجود مقابلك تماما وهذا الشيء شوي بيخليك متسرع او متوتر في علاقاتك العاطفية فعشان هي كدك تضبط عصابك حاول التعامل بطبيعتك رومانسيتك لطفك ابتعد عن الانفعال والاجواء الصعبة شوي او العصيبة شوي عشان ما تدخل بالمواجهات او تجبر عدخول في مواجهات بالنسبة للعزاب او الاشخاص المش متزوجين لانه هذا بيت الشراكة المالية والعاطفية والازواج هون لا تحاولوا الارتباط او الخطبة او الزواج في هاي الفترة لانها فترة غير مناسبة عموما المريخ بسبب لك كثير من القلق او الارق لما بيكون موجود بيشتت افكارك بعطيك يعني اراء مش راجحة يعني بلفت انتباهك شيء وبتلاقيه شيء اخر بعد فترة عشان هيك حاول انك تأجلها عنا المريخ وعنا الزهرة بدهم يتراجعوا بالفترة هاي اجل عملية الارتباط لحدث ما ينتهي المريخ يطلع من مقابلك والزهرة ايضا تنهي تراجعها انتبهوا بالعلاقات المشتركة او العمليات المالية المشتركة اكثر شيء بيغضبك في هاي الفترة الاهمال والغباء والتأخر في المواعيد طبعا هسا بدهم يجوا الشخص ايش هالطاقة السلبية ايش هل شحنتنا به هذا ليش ما تحكي ايجابياتي عمل مريخ هذا وين الاجابيات اللي بدي حكيها فيه حتى لو بدي يعطي ايجابيات وحدي بعطيك عشرة سلبيات ما رح اضحك حالي واضحك عليك واجاملك واجامل نفسي بس والله اني اعطيتك طاقة سلبية طاقة هاي تبعين الطاقة اكثر روح خليهم يضحكوا عليك اما عندي انا بعطي اللي انا بشوفه مناسب وما تنسى تحط الديسلايك قبل ما تطلع وتعملي بلوك وتحضرني كمان وانتو كمان المتابعين اللي بدي حط لايك وحط بده يحط معاهم ديسلايك وحط ديسلايك بدك تكتب كومنت اكتب بدك تسب علي سب علي عادي جدا ما فيه اي مشكلة وعندك كبستين هدولة تبعات الدعم المالي عشان الحلقة هاي فيها سلبية كثير تدعمونيش ويعني تتبرعوش لا تشكرات ولا زفت الطين لاني بستاهلش بعرف حاليا لان لما عطيكو ايش منيح بقولكو انا عطيتكو ايش منيح ادعموني بس هاي المرة ما حدا يدعمني هيك منكون انتهينا من انتقعاتنا للاخبار الفلكية في هذه الفترة والله اعلم طبعا يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء شكرا لكم اشهد انتبا اشهد ان تجد أسره وقد اشهد ان تجد اشهد انه اشهد ان تجد اشهد انتبه شكرا